هذا ابتلاو امتحان من الله عز وجل لا تلعب دين الله لأن الله لا تلعبه ولذلك يمكن للإنسان أنه مثل ما يقال يضع رأسه في كل شيء من يضع رأسه في كل شيء أو ربما يأتي بأشياء مخالفة مثل ما يقولون خالف تعرف وهذه ترى موجودة في اللغة العربية خالف تذكر في اللغة العربية خالف تذكر أورد هذه الجملة في ضمن الشهرة أنت شخص عادي فكيف لو كنت مثلا ممن ينتسب بلا علم أو غيره شخص عادي يمكن بكلمة مخالفة ما عليها الناس ولو بتغريدة تنتشت وذلك انتبهوا هذه وصية نفسي أولا ثم لكم الدين لا يلعب به الدين أسأل طريق تصل به إلى الشهرة وإلى المال حتى تعرف لو تذهب إلى أي دائرة حكومية أو مكان تعرف تقضى لك حوائجك لكن انتبه الدين هذا لا يلعب به أبدا وذلك لما لعب به في هذا الزمن كانوا ناس في العلوم فأسقطهم الله في الدنيا قبل الآخر وهذه سنة الله عز وجل ولذلك يعني كم من شخص ادعى النبوة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن كثر فضحهم الله لما؟ لأن أي شيء يمس شرع الله لأنه قال إن نحن نزلنا الذكرى وإن لولا حافظون أي شيء يمس شرع الله يسقط انتبه الدين لا تلعب به إذا كان لا يجز لك أن تلعب بالناس بطرق عادية فكيف إذا لعبت على الناس عن طريق الدين لأن الناس مساكين الناس فيهم خير ويحبون أهل الخير ويحبون أهل الدين ويحبون أهل العلم فإذا دلس على هؤلاء المساكين من قبل هؤلاء فهذه مصيب ولذلك كما قلنا في الحديث أول من تسحر بهم النار ثلاثة عالم وقال يقال قرأت لي وقال عالم وليقال قال فقد قيل أخذت نصيبك ولان عالم وقال أنت بحثت عن هذه الشورة فقد قيل في الدنيا لكن أين المصير ثم سحبابه إلى النار لكن إن كان من الصنف الآخر الطيب العالم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء يتقدمهم معاذ بن جبل رتوة بحجر يوم القيامة مثل ما ترمي رمي بحجر يكون هو إمام العلماء يوم القيام والعلماء إذا بهم يكرمون يوم القيامة انتبه